قال المستشار الألماني أولف شولتس بعد ملتقن فرنسي ألماني في هامبورغ بشمال ألمانيا قال أن باريس وبرلين تشكلان ثنائيا مهما جدا لأوروبا رغم الاختلافات بينهما شدد الزعيم الألماني خلال مؤتمر صحفي مشترك على أن فرنسا وألمانيا تشكلان ثنائيا مهما جدا على الرغم من اختلاف وجهات النظر بينهما أحيانا حول بعض القضايا من جهته قال الرئيس الفرنسي مانويل مكرون خلال المؤتمر أن هناك واجب أخلاقي وسياسي وتاريخي لبناء مسارات مشتركة للمضي قدما من أجل بلديهما ومن أجل أوروبا